السلام عليكم تعليق الحاج عمر حسين على عدم منح عبدالله السعيد جائزة افضل لاعب في مباراة الزمالك حيث تم منح الجائزة الى احمد الرمضان باكهام لاعب النادى سيراميوكا على الرغم من ان الجميع التحدث ان عبدالله السعيد لاعب الزمالك هو من يستحقها فتصريحات له منذ قليل تعليقا على الجدل المثارة بشأن الرجل المباراة الزمالك وسيراميوكا كليوباتر التي اقيمت بالامس حيث تم منح الجائزة الى احمد الرمضان باكهام لاعب النادى سيراميوكا على الرغم من ان الجميع التحدث ان عبدالله السعيد لاعب الزمالك هو من يستحقها الحاج عمر حسين رئيس لجنة المسابقة فتعليقه على هذا الامر اكد انه ليس مسؤول الاتحاد الكرة على فكرة اختيار الرجل المباراة في الدوري الحاج عمر حسين اكد فتصريحاته ان من يختار الرجل المباراة في الدوريها لجنة فنيات معينة من قبل لجنة المسابقة بالاتحاد المصر واشار الى انه يتفق مع الغضبين من فكرة عدم اختيار عبدالله السعيد لاعب الزمالك رجل لمباراة الزمالك وسيراميوكا مشيرا الى ان هناك بعض الاجراءات التي تتم قد تؤثر على اختيار الرجل المباراة حيث يتم اختيار الرجل المباراة قبل نهاية المباراة بخمس دقائق وفهذا توقيت لم يكن عبدالله السعيد صنع الهدف الثاني لزميله مؤكدا انه في الفترة القادمة ستكون وهناك بعض الاجراءات حتى نضمن حصول كل لاعب على حقه وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم